ردي على السؤال إزاي الناس بتتحول إلى الإسلام وإزاي الناس بتتحول إلى المسيحية أول حاجة الناس مش بتتحول إلى المسيحية الناس بتتعرف على شخص المسيح يعني أنا تعرفت على المسيح فتحولت تركت الإسلام وأصبحت إنسانة مسيحية أنا ما غيرتش دين بدين لكني دخلت في علاقة شخصية مع الله عايز أقول بداية مقدمة كده إزاي الناس دايماً بيقولوا لا في ناس يعني فيه زي صراعة ما بين جبهتين إحنا بيجلنا أكتر لا إحنا بيجلنا أكتر إحنا بيدخلوا الناس في الإسلام في دين الله أفواجاً لا إحنا عابرين أكتر من المتأسلمين عايز أقول أن نسبة المسلمين بتزيد بالتزاوج التناسل بالوراثة أكتر من التبشير مع أن فيه نسبة طبعاً من نسبة تتحول من ديانات مختلفة إلى الإسلام والمسلمين في العالم مليار وستمائة ألف الموضوع مش موضوع عدد لو إحنا بنفكر الموضوع مش موضوع عدد يعني آه نسبة المسيحيين أكتر من نسبة المسلمين يعني مثلاً المسيحيين في العالم 2 مليار و 800 ألف تقريباً زائد العابرين اللي هم احنا مش عارفين نعدهم من كترهم وخصوصاً في البلاد العربية وشرق أوسط العابرين ممكن يتعد بالملايين بالضبط طبعاً بالملايين لأن إحنا نتكلم في فكرة التحول ده الديني من 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 1920 مثلاً لغاية دلوقتي طبعاً مع دخول الإنترنت والسوشال ميديا والقنوات الفضائية بتادي تزيد عدد العابرين إلى المسيح لكن الموضوع مش موضوع عدد لأن عدد المدخنين في العالم مليار و 300 ألف يعني فبالتالي عدد اللي بيشربوا مخدرات في العالم هتلاقيهم حوالي 275 مليون فإحنا بنتكلم على الموضوع مش عدد لكن أنا بالنسبة لي اللي يفرق هو الإنسان الحقيقي الموضوع مش أنا بورس ولادي المسيحية أنا ما قدرش أورس ولادي أنا شخصياً المسيحية أنا مش عبرت إلى المسيح وبقيت إنسانة مسيحية دلوقتي وخلفت ولادي بعد الإيمان ما ينفعش أورسهم المسيحية ما قدرش أورسها المسيحية هي علاقة شخصية برب المجد يسوع المسيح فبالتالي الموضوع مش أنا ما فيه صراع ما بين جبهتين الصراع بيقع عند المسلمين المسلمين يدخلوا عندهم زي ما هم ما عايزين وبيعدوا زي ما هم ما عايزين لكن إحنا بالنسبة لنا العلاقة هي اللي بتفرق